السلام لبنات و مرحبا بكم في قناة ام تاميم ان شاء الله كامل تكونوا ملاح و بخير و على خير انا الحمد لله في نعمة اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم روتين متنوع فيه طاقة ايجابية و وش نحكي و وش نخليه على بالي رح يعجبكم نقول لكم تبعوه حتى الخر فيه مشتريات فيه تغييرات فيه لاشنبغ بتاعي كيفاش خرجت فيه تاني وصفة تعزوج وشكلة وش توحم كما قال وش تشها اليوم نقول لكم بدولي لا فيديو بجام فضلا وليس امرا وبرتاجها باش تكبر القناة بما انه اليوم عندي روتين شاغجي ايبان بديت بشعري شوفوا يا البنات هادلا بوكس ما كنتش هنشاركها معاكم ان بعد قلتوا على شلالة بلك يكونوا مهتمات سختوا السيروم تاع الشعر تاع صغيلة اللي اغلبيتكم يعني سقسوني عليه حابين يشروه كايين ليشراوه الله يبارك شوفوا من اروع ما يكون منتوجات صغيلة بس تقوني راني فيه ثلاث سنين وانا نستعملها عندكم هادلا بوكس هادي اللي تقدروا تربحوا في طنبولة ذو كنشرح لكم كلش اول حاجه هي السيروم اللي كنت درتوه في شعري شوفوا لا بوكس هاني استعملتها ما تشوفوهاش هكا جديدة راني استعملتها واحدة دفوة من اللي درت يعني البالياش في شعري وانا انت هلا فيه بلسوان هكو تعرفوا درت سيروم فلاغاسين حكمت هانا هادي الفشفاشة هادي تستعملوها من بعد يعني بعد ما تدوشو تكملو تديروها في شعركم هادي فيها النعناع تحسوا بواحد لفخيشغ في شعركم وواحد اللمعة وواحد الريحة ودرت ثاني لماسك هذا اللي يجي على كامل اطراف الشعر شوفوا ما يخليه شي طيح اللي عندهم تساقط الشعر اللي عندهم القشرة يحفز على النوم ويعني يزيد يقوالكم شعركم يطوال ستقوني يمد واحد لابغيانس يسقم الشعر المكسر الشعر الباهت اللي خلاص شعرك يدارهم طب طب كامل استعملي هاد لباك هذا عندكم ثاني طنبولة الطنبولة هادي كما رايحين تربحو تلت هدايا يعني ليتشري اون بوكس تخرج لها هاد الورقة هادي فيها رقم السحب اوم بعدها تدير السحب الى خرج الرقم اللي كان مكتوب عندك معنتها انتي هي الفائزة نخلي لكم الاستمارة في صندوق الوصف وفي اول تعليق ابروفيتي وراهو الابوكس هادي راهي غرب 390 الف وليو دو 590 الف فالاو تقدري تاني تربحي حاجة تعدها المهم نولو التغيرات هادي كندرتهم فلاشان بغديالي انا اتركتها معاكم بعد ما غلفت هداك الحيط بالبابيير كنت تاني تدي 3 دولي تاعي الاتوليير دارو لي الكابيطوناج هادا خيرت القماش في القري هاكا قريسوري باش ما يبانش فيه الوساخ باش تاني يخرج لي مع البابيير بس كيداك البابيير اللي كنت لسقتو فيه شوية تاني لقري برك في الفيديو حسيتو ما بنش مليح هنا رحت بعد ما لسقت كل شو وستيكيت الحالة رحت جبت له بخدوية أستويس هادات على الحطب يا البناتي يلم على الحطب ما تقدروا ش تتصوره وغير شحال من طاشا انحاها لي يعني شحال من هكا دبغة كما قال ولا تحسوا هكا باللي حطب بتاعكم ارهو مدبوغ ارهو شي لمع جربوا هادلو بخدوية وردوا لي بالاخبر رحت مسحت البومب بعد ما كنت نقي ثلاثة دولي وبدلت اللي دغة وكامل بديت نحي شوية في الغبابر مالغيك كانت شامبرتي يعني انقية كل حاجة مرتباء خزانة تانية راهي وشو نقول لكم راهي كيلو بسم من المطوية كيف كل حاجة مرتباء شفوا واحدة الراحة نفسية كتكون كل حاجة في بلاستها وما مكين تزيد وتوقفوا عليها كل حاجة تردوها لبلاستها يعني حتقعد الحالة بخابخ ومنظمة وراحة نفسية كبيرة هنا يزد رحت لكوافوس كيف كيفية تانية كانت نقيا نحيت غير شوية هكت على الغبرة شتو في رمضان نلتهو بالطياب بوكو بلوس ما شغل ما شيل يلا حنديرو شغل كبير وسوختو كدرنا تنظيفة ديجا قبل رمضان رحت نقيت كامل الحالة بوم نقول لكم برك على لابوكس تعصو غيلا التوصيل في الجزائر العاصمة 25000 و الولايات الاخرى 45000 عندكم برك ادرار اليزي تيندوف تامنراست و تيميمونو بشار 85000 هنا قدرت لكم جولة خفيفة و كنت شريت هاد المرايا هادي اليش حلوية في خاطري ايبا شريتها بوم من كدبش مشريتهاش على اون باج ولا باش مبرتاجيها معاكم لا لا اديت المقاسات و رحت عند لي بيع زجاج اخدمها لي سور مزور و جابها لي حتى للدار ايبا شريتها ايبا شريتها 7800 طول و العرض كما انا قدرتها عريضة باش نبانوا بيان و ثاني قدرت لها وين تتعلق من اللور نقدر نعلقها في الكل و اغلا نبدلها البلاسة وهنا يالباب بتاع الاشامبغتاعي كيف ما كانتش مسبوغة بديت نسبغ فيها هايليك مازال ما كملتهاش بالبلان هاديك السبيغات هاديك اللي هاي لاعبة لكم تقعد مزيته و تبرية اه روعة ندغي الباب بتاعكم هادك وين سبغته و هادك وين شريته هايليك الجولة هنا كنت مازال مشريت شوية ديكور و كنت حبه دي تابي هكالي دي صندولي كنت حبه تاني بزاف حاجات مازال ان شاء الله مع الوقت و مبارتاجيها معاكم اهنا الزوج كانتشها الدوارة ايبان جابلي الدوارة تاع البقري اللي نقيتها بالطبع انا من نحكهاش يعني من كرتهاش انا توجو غربا ساعة الولانيا نديرها تغلي في الماء والقارس والملح بعدما ننقيها تخيط خبيان في الماء والقارس والملح نخليها تغلي تخرج كامل هاديك الفرارة و ذيك الريحة لي فيها بعدما ندوزنها و نقليها المهم هنا وش نسحقو في الوصفة تجربوها جاتا على السل هذه الوصفة كانت مدتها لأخت في غير مهيلا شوفوا هنا هنا تابل على الدوارة فهذا كلابول لاني دايرا راس عتم و غرفة طماطيش كونسانتخي ملح توابل على الدوارة ثم تختار كمون لتقوموا باستخدام الكروية لتقوموا باستخدام القصبر و ثم تختار و ثم تختار فلفل عكري حمر و زوجهم اعلم و تضيف المكس سوف تحصلوا على مارينات التي سوف نقل فيها الدوارات هنا تقدروا تقوم بالميكسر كما تقدروا تقوم بالمهرز ليس لازم الميكسر لكي تقعد لكم حميمة هنا بعدما تغليت الدوارات في القارص والملح نصفيها وننحيها ونجي ندوزنها شوفوا المتاعها يقعد المقي كي نقول لكم تخرج المقية تشعل شعيل درت هنا في الكوكوت لازم لكوكوت ولكنت تعرفوا الدوارات البقري عاصية هنا تقلق ودرت فوقها التتبيلة التي وجدناها كيف شوفوا ديجا غير تبدأ وتقلوا فيها الريحة تطلع منها وش نحكي وش نخلي شاهدكم في الجنة نخليها تقلق يعني واحدة دي مينوت وهي على نار قليلا تحسوا بالتوم تقلق هنا درت زوج احبت تعطوهمات يكونوا كبار مع مغرفة كيف تعفل في العكري تحبو تديروا الحار انا في الاخر درت لها الحار ودرت زوج عظام التمر هكا بش الطيب اللي فيت فيه كيف كيف ما ننساش تقلقها تقلقها بيان 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 تشوفوا التقلية هي اللي راح تخليها تجي عسل بعد ما تقللت لي زيت مرقت هنا كماناني ديرا كيلو تعد دوارة مرقتها ونغلق لها كوكوت ونخليها طيبة انا اخذت لي واحدة الربعين دقيقة باش طابت لي الزبدة بعد ما طابت لي فتحت لها كوكوت ودرت القرعة هنا كونتيتي تتاع القرعة كيما تحبوه كيما انا درت حوالي تلت حبات كبار هكداية تلت حبات قسمتهم في الاخر هنا يعني بعد ما كانت طابت الدوارة درت القرعة القرعة متشتش الوقت في الطياب ودرت الحميصة وزيت الحشيش وشوية نعناع يابس وزيت ثاني هادك تابل سبيسيال دوارة اللي مد لها واحدة البنة اروعة هنا هايليك غلقت عليها كوكوت ثاني وندوزيان فوه وخليت القرعة التاعي الطيب في غرضها يعني متطولش هنا يا خلاص يا ربي قعد لها دي مينوت ولا اربع ساعة وتكون وجدة وهايليك هنا كانت سيبا وجدت لي قطعت لها شوية تعل حار وجت حرة وش نحكي لكم شهيدكم في الجنة ان شاء الله هايليك هنا بعد ما سقيتها فالطبسي ديك المرقة جت عقدات دوارة جت طيبة زبدال قرعة كيف كيف في غيمون جت بزاف بنيناء يعني لي ماشي مالفة طيبها بهذا الطريقة ننصحها طيبها تجرب هاد لفاصن وتقول لي اون بعد هنا يا جيت نبرتاجي معاكم واش كان الحقني من عند الاخت هادية اللي نقولها بارك الله وفيك شوفوا يا لبنة وحد الصاك دالي عقلي كي نقول لكم تحفة فنية وما يفناش في غيم وما يفناش حاجة بالطبع هكا في العيد نلبسها كي نقول لكم تزيد النص شيعة وشبعة شوفوا لي هادا الساك اللي مخدوم بالخيط يعني هادا الخيط تعلمك خامي كي نقول لكم ما يفناش شوفوا ما شاء الله فينيسيون كاليتي كيفش متقونا الخدمة والله غير تحفة عبلكم هبلت عليه ما مختي كي شافتو قرف قرف عجبها روعة 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 شوفوا ما ملاكو لغ هنا ما بانتش مليح زع ما صورت لكم فضو ما والله ما بانتلاكو لغ بيا يعني حسيت لا فيديو ما مدتلوش حقو هادا الساك روعة شوفوا مع اينغو بيجي مع عبايا يجي مع هكا ستيل دي كونتخاكتي جي حيجاب بيجي وزيد ما يفناش شوفوا كيفش صحيح لا في نيسان بتاعو التحفة كانت بتتلي مع هتاني اين بوشتة لداخل زع ما ندير فيها الماكياج وندير فيها دراهم وندير فيها نمبرتكال حاجة باش ما تقعدش هكا دي غاكتو من ندير فيها ريحة ندير فيها اي حاجة حبيت نديها في ساكي شوفوا دوك اللي تخدمهم تخدم لكم سور مزور انتوما واش تحبوه انتوما واش تحبوه انتوما واش تحبوها وفي صندوق الوصف ورهم يجوزوا المعلومات هنا شوفوا هنا تاني بعتتلي بورتكلي وبعتتلي تاني هادوما تعليز اغبود هادوك تعليكيتمان هادو ندخلهم لداخل باش ميتبحروليش ونخبي كل حاجة في ساكي والله غير قرف عجبني هاد الساكي وحتى تسنيم ومنساتهاش وخدمت لها هادو دون ساك هادوما اللي نقول لها ربي يعطيك ان شاء الله ويحفظ لك وليدك انسانه ولا غير ما شاء الله عليها تخدمهم بيدها يعني فغيمه اتقان خدمه روعة 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 ما شاء الله احنا خدمت لها هاد الساك الروج هادا هكا مع انغاب مع صالوبات مع سروال وتريكو ايجود تحفا نقول لها شكرا 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 نخليكم المعلومات ما تترددوش باش تكمانديو عليها ودير التوصيل تمانية وخمسين ويلاية ام بعد هنايا للصهراء وجيت لكخام ديبلومات درت لكخام باتيسيا وزيت لها كانوا قاعدوا لي واحد زوج مغارفة لشانتية درتهم وكانت مبردت ليش مليح يعني كنت مزروبة جري جري صورت لكم هنايا بعد ما زينتهم درت لهم لجولي من الفوق التزيين ما مقدرت نزينهم كما كنت حابة لكخام كانت من الشيشة داروحة فالا سيبوخسا جوني هكدا الحمدلله جو هيلين وكليناهم وبصحتنا وشهيتكم في الجنة ان شاء الله وهنايا لحقنا نهاية على الروتين نتمنى من قلبي نعجبكم ونكون جسد خفيفة ضريفة على قلوبكم للحقة تحتالى هنا نقولك ما تنسينيش بالجام وكتريلي القلوبة في كومانتاغ نتلقى ان شاء الله في روتينة جديدة ومع وصفة جديدة وافكار جديدة والسلام ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة